بسم الله الرحمن الرحيم من خلال المتابعة والبحث والتحري وتقصي المعلومات عن الفاعلين الذين أقدموا ليلة أمس على ارتكاب الجريمة النكراء في مدينة جنديرس والتي أدت إلى مقتل عدد من الأشخاص من أهلنا في جنديرس تمكنت دوريات حركة التحرير والبناء التابعة للفيلق الأول في الجيش الوطني السوري من إلقاء القبض على المتورطين الذين كانوا قد لاذوا بالفرار بعد ارتكابهم الجريمة وستقوم الحركة بدورها بتسليمهم للجهات المختصة لينالوا جزاء مقترفة أيديهم وتحذر الحركة أي خارج عن القانون من العبث بأمن المواطنين وتعد أهلها بأن تبقى درعهم الحصين في المحرر أمج أهل مني سوري تفدو دبيجين شهيد نامر وأزاديج سوري ومن لتا سوري تفدو والسلام عليكم ورحمة الله بيستو يكي مها آزارا نيروز دحزار وبيستو السي بسم الله الرحمن الرحيم الآن معنا أيضا المتهمين الذين تم إلقاء القبض عليهم من قبل دورية لتابع لحركة التحرير والبناء تابع للفيلق الأول في الجيش الوطني أيش اسمك؟ عمل طرح الماسم موليد؟ 2020 وين مقيم؟ مخيم جنديرس بالأصل من وين أنت؟ ريف دير الزور وانت اش اسمك؟ حبيب علي خلا مواليد؟ موالد 2004 2004؟ وين مقيم؟ مخيمات جنديرس بلأصل؟ ريف دير الزور وانت شو اسمك؟ بالقير بلا على أحمد العبود من وين؟ من دير الزور مواليدك؟ 2000 وين مقيم هلا؟ مخيمة جنديرس طبعا معنا أخونا النقيب محمد جلال بحلول الساعة السادسة مساء تم القاء القبض على المتهمين الثلاثة وسوف يصار تسليمهم إلى الجهات المختصة اليوم يعني في هذا اليوم مهدو 20 آذار الساعة السادسة تم القاء القبض عليهم إن شاء الله عز وجل اليوم في تاريخ الواحد وعشرين من آذار سوف يتم تسليمهم إلى جهات المختصة يعني الآن بشكل مباشر ما في إجراءات أخرى فقط تسليمهم إلى الشرطة والجهات المختصة إن شاء الله الله يزيكم الخير ونسأل الله العظيم أن ينعم على البلاد بنعمة الأمن والأمان والاستقرار وأن يجبر مصاب أهلنا الذين أصيبوا في جنديرس والحمد لله رحمة الله